السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في برنامج صحبة أمل لعلاج التواحد في أمريكا موضوعنا اليوم هو علاج اضطراب طيف التواحد بالخلايا الجدعية في ألمانيا وأوروبا كما تعلمون جميعكم أن معظم البلدان يستخدمون التصحيح النفسي والتربوي مما يساعد الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التواحد على التكيف في المجتمع يمكن استخدام العلاج بالخلايا الجدعية كواسيلة إضافية وتمارس هذه الطريقة في بعض المستشفيات في البلدان المتقدمة الأوروبية، الأسيوية والأمريكية لا تظهر التغييرات الإيجابية الأولى إلا بعد بضعة أسابيع إنها تتحسن باستمرار حتى بعد حقن واحد من الخلايا الجدعية تتحقق نتائج العلاج بشكل أسرع وتصبح أكثر وضوحا للآباء والأمهات في حال حقن الخلايا عدة مرات مع فترات استراحة لشهر أو شهرين يعني مدة العلاج تكون مدتها من ستة أشهر إلى سنة ويجب استخدام طرق التصحيح التربوي والسلوك والعلاج النفسي إلى جانب الخلايا الجدعية يمكن فقط لمجموعة من العلاجات المختلفة تحقيق نتائج دائمة تساعد الخلايا الجدعية الطفل على تعلم مهارات جديدة بشكل أفضل وتطوير الكلام والتواصل والتفاعل الاجتماعي بشكل أسرع التحسنات المستمرة تظهر لدى 70% من المرضى الذين تلقوا العلاج يتعافى الأطفال تماما بنسبة 10% من الحالات لا يظهر لديهم في المستقبل أي عرض من أعراض اضطراب طيف التوحد يتفاعلون عادة مع الأشخاص الآخرين وينشئون عائلات ويحققون إنجازات مهنية عدد الجلسات ومدة العلاج تختلف من طفل إلى آخر على حسب التشخيص ومجموعة من الأطباء هم الذين يحددون ذلك تكلفة العلاج أيضا من 17 ألف أورو فما أكثر وتختلف أيضا التكاليف على حسب الجلسات فكلما كانت جلسات العلاج أكثر تكون المصاريف أكبر المصاريف بالدينار الجزائري حوالي 350 مليون بالدارجة الجزائرية 350 مليون فما أكثر يمكن الحصول على النتائج التالية بعد العلاج بالخلايا الجدعية تحسين تواصل الطفل عن طريق العين يعني التواصل البصري زيادة الانتباه والتركيز يعني يمكن للطفل الرد على اسمه وإظهار الاهتمام بأشخاص آخرين ظهور إيماءة التأشير يعني التأشير بالأصبع ومهارات التعامل مع الأشياء ولغة التخاطب بالإشارات القدرة على اللعب التخيلي والقدرة على اللعب سفة عامة تحسن مهارات التواصل العامة مثلا تتطور مهارات التحدث لدى الطفل ويبدأ في التعبير عن رغباته وإدراك مشاعر الآخرين القدرة على أداء الإجراءات المستهدفة التعلم على التبديل بين أنواع السلوك المختلفة يبدأ الطفل بالابتسام وإظهار العواطف واستخدام تعبيرات الوجه والإيماءات يتعلم إدراك الكل وعدم رؤية الأجزاء الفردية يستطيع التخطيط وتنسيق حركاته بشكل أفضل أكد الباحثون أن طريقة العلاج آمنة ولكن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث مع عدد أكبر من المرضى لتقييم فعاليتها فيه بعض الأمهات الموجودين هنا بأمريكا سألوا عن إذا كانت هذه العلاجات موجودة بأمريكا طبعا أي شيء موجود بأوروبا أو في آسيا أو في مكان آخر أصله أصله من أمريكا أمريكا هي رأس مالية يعني تدعمهم بالمال تدعم كل البحوث بالأموال ممكن البحث لا يوجد هنا في أمريكا لكن هم الأساس في الموضوع يعني دائما يكون لديهم يد أو دخل في كل الأبحاث في العالم السؤال الذي تردد كثيرا أيضا هو لماذا لجنة التشخيص عندما يأتون للبيت في أمريكا أو في أوروبا يأتون للبيت لتشخيص الطفل أو تذهبون عندهم لماذا لا يتكلمون حول الخلايا الجدعية بالرغم من أنها مجربة قبل ألفين قبل سنة ألفين جربوها الجواب يتعلق بالأسباب بعدة أسباب أول هذه الأسباب هو التأمينات التأمينات لا تعود هذه المبالغ الهائلة في العلاج ثاني الأسباب أن هذا العلاج ليس ناجح مع كل الأطفال الذين لديهم اضطراب طيف التوحد وإنما مع مجموعات معينة يعني لازم هذا الطفل يكون لديه التشخيص وتحاليل عامة بعدها يقررون إذا كان يحتاج إلى هذا العلاج أم لا يحتاج فقط يحتاج إلى تدريبات فيزيائية وفقط تدريبات وعلاج فيزيائي علاج وظيفي وهكذا من الأسباب أيضا المصاريف غالية ومرتفعة جدا من منكم أنتم متابعين أنتم عائلات أطفال توحد ومتلازمات وذوي احتياجات خاصة هل لديكم ميزانية لتستطيعوا متابعة هذا العلاج؟ مستحيل إذا كانت شركة التأمين في بلدكم لا تساعد فمستحيل متابعة هذا العلاج والمشكلة الأكبر أنه إذا قطعتم الجلسات مثلا لديك مبلغ لتتابع خمسة جلسات فقط ولم تكملي فهذا ليس جيد للطفل ستسوء حالته يعني لا يعود كما كان فقط في مستوى فقط ستتدهور حالته تماما لذلك فالأمر لا يستدعي أن تقوم شركة تأمينات بالمغامرة أي أسئلة أكتبوها في التعليقات لنجيب عليها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله والسلام عليكم نهاركم مبارك ترجمة نانسي قنقر